مساء الخير النهاردة أنا جاية مبسوطة جدا مزقطة فرحانة سعيدة جاية هنا في معقل السعادة وأنا دايما نقول أن السعادة دي مصنع جوانا إحنا اللي بنصنع السعادة بتاعتنا عشان نبقى سعادة ومبسوطين لكن مفيش فايدة جا اللي نكد علي النهاردة واقف قدام بابل السوديو شافني يا سلاء وزغاريت بقى وأهلا أهلا والحمد لله الحمد لله جالنا برنامج تعايا سيد تفضل مساء النور يا حبيبي تفضل قولي السادة المشاهدين مساء خير الأولاد إزايقوا يا أولاد يا حلوين وحشتوني 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 بقول لك إيه بولوس نعم بصي حبيبي أنا بقال كتير جدا ما شفتكش وزعلانة جدا ومأموصة خالص إن إنت مفيش حتى تليفون سفرت وقلت عدولي كده يا بولوس معلش ما لك يا بولوس والله زعلان قوي 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 يا مانا يا حبيبي زعلان من إيه يا بولوس معرفتيش الناس كي بتعمل فيه إيه عملوا فيك إيه يا بولوس كل الولاد كل الولاد صحابي اللي أنا كنت بحبهم وكنا بنكلمهم زماني وبنطلع عليهم وبنعلمهم دلوقتي فحدش عارفني تكيلي يا حبيبي فقدت شهرتك فقدت شهرتك ومجدي راح مجدك مين مجدي ده مجدك إنت ولا مجد ما تقوميش مجدي يا مماناجوة آه مجدي مجدك يعني مجدي أنا آه يعني شهرتك ومجدك شهرتك ومجدي أنا راح وخلاص راح وانته يا نهارب يالله فأنت ماشي من غير شهرة ولا مجد معايش حاجة خالص دلوقتي يعني الولاد مش بيعرفوك ولا حد عارف حد حالص حاجة زعل والله حاجة تحزن طب هنعمل إيه والله يا مماناجوة أنا قلت لهم قلت لهم يا مماناجوة يا حلوين يا أخوة يا أولادي احنا كنا زمان الناس كلها عارفيننا وبطلع أنا ومماناجوة بنعمل حاجات كويسة وبنعلم الأطفال فاكرة يا مماناجوة فاكرة حبيبي بس أنت صوتك كده وطريقتك مش عجباني عارف ليه حسن لأ بتكلم على سني أنا ومجدي أنا برضو مجدي تاني طيب إحنا حنستعيد مجدي قصد مجدك وحنستعيد لك شهرتك وحنلم عليك أم تلاقي لالله وحنخليهم نبسطوا بيك قوي قوي عملت إيه في الكم سنة اللي فات دول قبل كل حاجة استنى إيه اللي جابك ورايا عرفتي منين يا مماناجوة أنا بسمع عنك وبجي وراك وبعرف بتعملي إيه ولازم أطلع معاكي في كل حتة رؤية ورايا معادي يا بؤلس ورايا معادي ما أنا معاكي يا مماناجوة لا في مدام إسعاد يونس حتيجي دلوقتي عشان هتعمل معايا برنامج أوكي أنا جاية النهاردة ضيفة ضيفة؟ آي حبيبي جاية ضيفة يعني أنزل حدرك إن إحنا دلوقتي ضيفة أيوة أنا أنا ضيفة عند مدام إسعاد يونس في صاحبة السعادة برنامجها طيب أقول لحديك حاجة بقى آي أنا اتصرفت إن أنا أطلعت بحضرتك دقتين كده هستأذنك بقى روح أقعد بقى أشتغل محمومة إسعاد إخس كده يا بؤلس تعالى رايح فين يا خبر دايماً بيبص على مصلحته ما كانش كده زماني يا خبر